الوطن عيانا جهارا فاكرين المحكمة الدستورية فاكرين الرابعة وفاكرين النهضة فاكرين قتل الشيعة في الجيزة فاكرين التهجم على بابا الاقباط الراحل العظيم بابا شنودة الملقب بالبابا الوطن وبابا العرب فاكرين حصار الكاتدرائية فاكرين حرق السبعين كينيزة في ليلة واحدة وتدمرها فاكرين ولا بننسى لا ما بننساش بس احيانا الحالة بتاخدنا اه حقك الحالة تاخدك بس قبل ما الحالة تاخدك خلي بالك الفطورة كبيرة والوطن ضفع فواتير كتير جدا جدا الوطن ده عنده سبع سنوات عجاف ما كانش فيه دولار بيخش سياحة مضروبة تحويلات ممنوعة من المنبع كانوا بيشتروا الدولار في الخليج قبل ما يوصل مصر ويمولوه بفلوس مصرية يستلم هو هناك دولارات والناس لتفعلوا هنا فلوس فاكرين لما احتياط النقد كان 13 مليار طبعا فاكرين انتو ناس اسكية وفاهمين ووعيين ومحبين للوطن وطيبين وقانعين وشاكرين وحامدين ولولو لقمة بعيش حاف بتبوسوا ايديك ووش وضهر وبتقولوا نعمة وربنا يدمها ويمنع زوالها انا مش هقول لكم كتير في هذا الموضوع لكن كمان كمان لم يبقى مكالمة مصربة كل قضيته في المكالمة انه يهدد اخواتنا اللقبات وقال له منتظر عملية كبيرة قال له هو في ايه انت بترعب اخواتي ليه هو انت مركز على اخواتي ليه وانت مستهدف اخواتي ليه استهدفتهم قبل كده في حصار الكنيس واستهدفتهم في حرق التوليع الكنيس وتدميرها واستهدفتهم في بعض قرى المينيا ومنعت الصلاة ومنعت الصلاة على الجسامين اللي مفروض تندفن وخليت الناس تصلي في الشارع انت عايز ايه وليه الاسم على اتنين يعانم احنا وطن واحد وشعب واحد معايا سيادة المستشار نجيب كبرائيل هو رجل محترم ووطني وكان نفسه يقول كلمة مهمة قوي لان البعض بيردد اشياء عن اخواتي غير صحيح اتفضل سيادة المستشار طيب هرجع طيب انا هرجع لواضح ان الخط مش متواصل لانه هنحاول جيب المستشار جيب رائيل اوصل بس الحاجة مهمة قوي اسبوع اللي فات شفنا اكبر عملية قذرة في التاريخ اكبر عملية تزوير قذرة في التاريخ وقان ابطالها ابطالها المؤسمين والمجرمين خلايا الاخوان النايمة في مصر واعوانهم وازرعهم الاعلامية اللي موجودة في تركيا وفي قطر الاتنين دولا تعاونوا لتزييف الوعي العالمي تزييف الوعي العالمي بفيديوهات مفابركة وسبت فابركتس هذه الفيديوهات المفابركة كانت حديث العالم عشان كده النهاردة كان واضح جدا من بيان هيئة الاستعلامات موجه لمئات المراسلين الاجانب اللي بيتحرقوا بحرية في مصر وبالارقام ان فيه مية خمسة وتسعين مراسل او صحفي من واحد واربعين مؤسسة كله معاة تصريح ومعتمدة ومن حقوم التحرق في كل الميدين عشان ايه عشان ينقله بحيادية وايجابية اللي انت شايفه اتفضل اعرضه وبلاش تروح للسوشيال ميديا اللي ركباها عصابات الاخوان والزباب الالكتروني كمان فيه فنيين واداريين الاجمالي كانت 900 صحفي واعلامي كلهم عندهم بطاقة اعتماد بالهيئة ومن حقوم التحرق كمان مبارح بس عشان تعرفوا حجم الاهتمام بايه لا يعني